النادي الاهلي بيطلب من الكاف تأجيل لقاءه أمام مدياما الغاني لمفروضة لعب يوم الجمعة اللي جاية لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة لأن فيه مستجد حصل كنا لسه بنقول لحضراتكم وقنا لكم هنتابع معاكم الأخبار مفيش طائرة صالحة للطيران من أكرة إلى كماسي النادي الاهلي سافر بطيارة الطيارة دي كان فيها مشكلة من ساعة طلوحها ومغادرتها من مطار القاهرة لحظة وصلها أو وقت وصلها إلى مطار أكرة حصل برضو فيها مشكلة طائرة غير صالحة أنها تطير إلى كماسي مفيش طائرة تانية دلوقتي أفيلبل ومتاحة أن النادي الاهلي وبعسته اللي شايفينها قدامنا تقدر تستخدمها عشان توصل لكماسي عشان تلعب اللقاء في معاده اللي هو يوم الجمعة اللي جاية قدام مدياما الغاني اللي هو يوم 23 فبراير وبالتالي النادي الاهلي ومسؤولوه تقدموا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لتأجيل هذا اللقاء لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة لحين توفر طائرة صالحة للاستخدام وتوصل إن شاء الله بسلامة الله ببعث النادي الاهلي من أكرة إلى كماسي البعثة كلها بخير وصلوا بسلامة الله إلى أكرة حتى بالرغم من كل المشاكل كانت موجودة في الطيارة إن شاء الله يوصلوا لحل ويشوفوا حل وهنتبع حضراتكم على مدار حلقتنا النهاردة بكل التفاصيل والأخبار اللي جاية لنا من غانا